الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اتفاقت مصر وقطر على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين خاصة اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم واتفق الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ حمد بن تميم آل ثاني أمير دولة قطر على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة وشدد الزعيمان خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية أعلن الجيش السوداني إحباط الفرقة الخامسة مشاه هجوما شنته قوات الدعم السريع في كوردفان ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يظهر تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع وأشارت إلى أن قواتها دمرت خمس عربات تابعة لقوات الدعم السريع واستولت على خمس عربات بكامل عتادها أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة واثقة من أن أوكرانيا مستعدة لهجومها المضاد ولديها إمدادات كافية من أنظمة الدفاع الجوي والدروع والذخيرة وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين مستعدون خلال الفترة المتبقية من هذا العام لتزويد أوكرانيا بأنظمة أسلحة إضافية رافضا في الوقت نفسه التكهن بمواعد بدء الهجوم الأوكراني المضاد يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس أمس لرفع سقف الدين الأمريكي والحد من الإنفاق ليصبح قانونا وبعد مفاوضات شقة أقر مجلس الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليو دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو قال مسؤولنا حكومينا في ولاية أوريشا بشرق الهند إن حصيلة ضحايا تصادم قطارين ارتفعت إلى ما لا يقل عن 288 قتيلا وإصابة 900 آخرون بعد استضام قطاري ركاب في الولاية الواقعة بشرق الهند في أكثر حوادث السكك الحديدية دموية بالهند منذ أكثر من عشر سنوات وأوضح المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوريشا أن العدد آخر في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطيرة فازت مصر ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني بمقعد بالمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة أربعة أعوام من عام 2023 وحتى عام 2027 وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بالدورة التاسع عشر للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في جينيف وأكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أن هذا الإنجاز الدولي الجديد يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة وفي ضوء جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع الطيران المدني في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة مشيرا إلى أن فوز مصر بهذا المقعد يأتي عقب الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة الماضية من خلال التعاون المثمر والتنصيق المستمر مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية خاصة خلال مؤتمر كوب 27 ورياضيا توجع علي فرق لاعب وادي ديجلا ببطولة الجونة الدولية للإسكواش لعام 2023 للمرة الثانية في تاريخه وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على لاعب النادي الأهلي مصطفى عسل كما توجت بطلة السكواش المصرية نوران جوهر لعبت فريق وادي ديجلا بلقب ببطولة الجونة الدولية للإسكواش وفازت نوران جوهر المصنفة الثانية على العالم باللقب بعد تغلبها على اللعبة البلجيكية نالي جالس المصنفة الثامنة عالميا في المباراة النهائية التي جمعتهما بنتيجة 3-0 انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر